في آداب الجماع يستحب أن يبدأ ببسم الله قال صلى الله عليه وسلم لو أهدنا أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان قبل المعاشرة ينبغي أن يتقدم بالتلطف بالكلام واللمس والتقبيل فإذا قضى وطره فلا يستعجل على أهله حتى تقضي وطرها أو نهمتها ولا يجوز له أن يعاشر زوجته الجماع يجامعها في الحيض ولا يجوز له أن يعاشرها بعد انقضاء أي جامعها بعد انقضاء الحيض قبل أن تغتسل قول الله تعالى حتى يطهرنا فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله والحائض يجوز لزوجها لاستمتاع بجميع جسدها إلا دون الوطء ما هو حكم العزل؟ العزل هو أن يصب ماءه خالج الرحم كي لا يحدث الحمل يقول الإمام الغزالي اختلف العلماء في حكم العزل في إباحته وكراهته على مذاهب فمن العلماء من أباح العزل مطلقا بكل حال ومن العلماء من حرمه بكل حال ومن قائل يقول يجوز أو يحل العزل برضاها ولا يحل بدون رضاها والصحيح عندنا يقول غزالي أن ذلك مباح العزل مباح وأما الكراهية كراهية العزل فإنها تطلق للكراهة التنزيهية ولترك الفضيلة فهو يعني قدنا بكراهته لأن الأفضل عدم العزل والدليل على جواز العزل حديث جابر رضي الله عنه كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل وفي حديث كنا نعزل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنى طيب ما هي النيات التي تبعث الإنسان على العزل هناك أسباب للعزل وهذه النيات بعضها صحيح وبعضها غير صحيح من النيات مثلا استبقاء جمال المرأة وسبنها لدوام التمتع واستبقاء حياتها خوفا من خطر الطلق عليها وهذا ليس منهيا عنه فإذا عزل فقط من أجل أن لا تنز تسمن زيادة وتنتفخ وإنما لتحافظ على جسمها فهذا يجوز من أسباب العزل مثلا التحرج من كثرة الأولاد بسبب ضيق الحال وضيق الرزق وهذا أيضا يجوز أما مثلا يعزل خوفا من أن زوجته أتته بأكثر من بنت فخاف أن تأتيه بنت أخرى فلذلك يعزل عنها وهذه النية فاسدة ولا تجوز من الأسباب مثلا أن تمتنع المرأة عن ذلك لتعززها ومبالغتها في النظافة والوسوسة وهذا يقول للغزال كما كان ذلك من عادة نساء الخوارج وهذه نية فاسدة لا يجوز العزل بسببها بعد ذلك ننتقل إلى الحمل والولادة ما هي أداب الولادة من أداب الولادة قال ألا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى فإنه لا يدري الخير أين النبي صلى الله عليه وسلم قال في البنات من كانت له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وضرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن فقال رجل وثنتان يا رسول الله فقال وثنتان فقال رجل أو واحدة فقال وواحدة من الأداب أيضاً عندما يلد يأتيك الولد من الأداب أن يؤذن في أذن الولد وعندما ينطلق لسان الولد يستحب أن يكون أول ما يعلمه إياه لفظ التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله من الأداب أن يسميه اسماً حسناً وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن من الأداب العقيقة العقيقة وهي عن الذكر يذبح شاتين وعن الأنثى شات في حديث أمر رسول الله سلم في الغلام أن يعقب شاتين متكافئتين وفي الجارية بشات هذه بعض الأداب من الأداب في حال نشوز المرأة يعني النشوز عندما المرأة تنفر من زوجها ولا تلبي طلباته فما هو الأدب عندئذ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر